مشروع إيران في المنطقة ودورها المرسوم على عدة اعتبارات رسمتها طهران وفق برامج تبنتها منذ الثورة الخمينية في عام تسعة وسبعين وعملت على تنفيذها في دول المنطقة تفاصيل أكثر في التقرير الذي أعده الزميل غسان المرشدي لم يعد سلوك إيران السياسي تجاه دول المنطقة مجرد تدخل من وقت إلى آخر بل أصبح سلوكها دورا يحمل دلالات مشروع بأطماع توسعية كبيرة تنفذه إيران بطرق وأساليب مختلفة لتفسر من خلاله سلوكيات سياساتها الخارجية تجاه دول المنطقة فقد أصبح مشروعها مرسوما على دور له مجموعة من القواعد المعبرة عن سلوك نظام طهران في خارطة طريق تعتمد عليها في تنفيذ هذا الدور حيث تسير إيران في لعب دورها على مجموعة من الاعتبارات التي عملت على استغلالها والاستفادة منها وبصورة متشابهة في الدول المنطقة والتي تنفذ فيها خططها وفق اعتبارات مدروسة ومحددة فقد شجعت إيران حالة الفوضى وعدم الاستقرار وضعف السلطة المركزية لاختراق الدول واستغلت الانقسامات بين النخب السياسي المختلفة ودعمت الفصائل القريبة منها مذهبيا أو المتفقة معها في التوجهات وذلك من خلال إقامة شراكة مع جهات وتنظيمات غير رسمية وخارج إطار الدولة وخصوصا الجماعات التي تتصور أنها مهمشة سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو تطمح إلى تحقيق نفوذ أكبر في السلطة أو تلك الجماعات التي تعتقد أنها ستلعب دورا في التوازنات الإقليمية في المنطقة واعتمدت إيران أيضا بسياستها المتأنية على الاستثمار السياسي طويل الأجل في دعم وكلائها وعملائها من خلال استغطاب الجماعات التي تمتلك الإمكانيات الأفضل لتنفيذ مشروعها في المنطقة ودعمتها سياسيا وماليا وعسكريا وعززت قدراتها من خلال البناء القاعد طويل الأمد والذي يفضي إلى تمكين هذه الجماعات والفصائل من الوصول إلى مقاليد الحكم أو الانقلاب عليه أو الوصول إلى مواقع سياسية حيوية ومؤثرة في دولها فالذين يحكمون العراق مثلا حاليا هم نتائج استثمار إيران للفصائل العراقية منذ قيام ثورة إيران في العام تسعة وسبعين ومثله الاستثمار في حزب الله اللبناني منذ العام الثلين وثمانين ودعم الحوثيين في بلادنا منذ فترة تزيد على ثلاثة عقود رسمت إيران لعملائها برنامج عمل يسير على مستويين متوازيين المستوى الأول نشاط عملائها من داخل الإطار الرسمي للدول عبر المشاركة في العملية السياسية في مؤسسات الدولة حتى يكون لهذه الجماعات دور حاسم ومؤثر في القرارات السياسية الرئيسية للدولة ومستوى آخر خارج إطار الدولة وبالتوازي معه من خلال امتلاك هذه الجماعات لبناء تنظيمية مقلقة ومصادر تمويل مستقلة وأذرع عسكرية خاصة بها على نحو يجعلها غير خاضعة لسلطة الدولة ويتيح لها إمكانية تغويض النظام السياسي القائم عندما تسير الأمور بشكل يتنافى مع مصالح هذه الجماعات أو مصالح وتفضيلات إيران مثل ما يفعل الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان على هذه الاعتبارات الثلاثة تعمل إيران من خلال دورها ونشاطها في دول المنطقة ومنها اليمن على إنجاز عدد من الأهداف المرتبطة بأطمعها الإقليمية واكتساب المزيد من التوسع والنفوذ والهيمنة على حساب شعوب المنطقة ودولها دونما أي اكتراث بما يلحق بهذه الشعوب من دمار وخراب جرأ رغبة إيران في تحقيق المزيد من التوسع والهيمنة والأطمع فسان أحمد المرشدي لقناة عدن الفضائية ترجمة نانسي قنقر